يلا تفضل قول اولا لو في حد فرض الحجاب على بنتها وده حلال ولا مش حلال احنا في مصر لنا تجربة كويسة في بلاد تانية فرضوا الحجاب على البنات وهذا الفرض اللي على البنات ما جابش نتيجة بقت البنت تتحجب قدامهم وتخلع برة او عندما تسافر فاحنا تملي بنترك الانسان هو اللي يعمل من داخله علشان دي عبادة بينه وبين ربنا وطاعة بينه وبين ربنا طيب في سؤال تاني تفضل يا مولانا هو لو اختي مش محجبة هو انا من حقي ان انا اقولها ولا ان انا اقولها تتحجبي ولا مش من حقي اول حاجة زي ما قلنا ان احنا بنترك الانسان حرا في اختيار افعاله وطاني حاجة قدينه النصيحة لما تيجي تسألك او لما انت ترى انه انه الوقت مناسب لهذه النصيحة قلها قلها على فكرة ده الحجاب فريضة كده بالسهولة كده لكن انا حاسس في عينيك انك عايز تعملها مشكلة علشان تتخانق معاها وتشدلها شعرها اوعى تعمل كده انت بالذات واخد بالك انا عارفك اوعى تروح تشد شعرها علشان اصلا مش محجبة لي يا بابا بتعمل كده علشان مش محجبة بلاش الفتنة دي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة